وضم إدراجها أو ضمها للسوقس الرئيسية في الفترة الأخيرة الماضية هذا السهم يدعى أبو معطي وما أدراك ما أبا معطي كما تلاحظون أحبتي طبعاً نحن أمس كنا بنتعامل مع با عظيم والعمران بهذا الأسلوب نبغى نشوف لما وصلوا عند القمم ومش يعرضي فين نسبة التصحيح وجدنا أن أبو معطي لو سحبنا الفيبو من القاع إلى القمم يعني قاعه لما كان في سوق نمو عند الأدنى كان يعادل 6 ريال 96 هلالا أما الأعلى اللي سجلوا تاريخياً في السوق الرئيسي لما دخل فيه كان تقريباً في شهر 2 فبراير عند الستين ريال 80 هلالا للاعظ أن السهم ماشي بطريقة أراضية محترم نسبة التصحيح ما تعادل الثلاثة وعشرين فيبو ومن أهم دعومها على الإطلاق 48 ريال وعلى النظرية 47 ريال وإش نلاحظ كمان نلاحظ أنه نحن فوق السبعة وأربعين يعني لا قدر الله لو تراجع السهم إلى هنا ما ذمنا نتداول فوق سكف القناة وهذا سكف القناة يا أخوان تقريباً تقريباً عند خمسة وأربعين عشان ينكسر فنقول وبالله التوفيق ما دمنا فوق 48 إذا كسروا أبو معطي يبقى الدعم الاستراتيجي على الشهر سكف القناة على أمل إنه ما في إغلاق شهر حتى يتأكد الإغلاق تحت 48 إثير نأخذ الإشارة السلبية الأكبر السهم شوفت عينكم يتداول حالياً عند 53 ومن أهم مقاوماته لو لعب فوقها الجبهة مفتوحة لا توجد أمامه مقاومات إلا القمة 60 ريال تقريباً و80 هللة ولو تخطاها السهم يعني سجل أعلى جديد تاريخي وهذا ممكن يأهله يروح فين طيب العملية بسيطة جداً من آخر قمة كوننا منها السكف لو سحبنا الفيبو إلى القاع وجدنا إنه حتى البيانات دي عباها وصل حتى 261 فيبو من الموت معنى أن إحنا إيش حنسوي وقتها لا ما نمشي على الفيبو دا الفيبو دا خلاص جاب أهدافه فيه كله وشوفه روّق المنت حناخد الفيبو عفواً من القمة 60 إلى القاعدة قريب 48 ونقعد نراقب الأربعة وستين ثم التمانية وستين مية وواحد وستين فيبو بهذا الشكل هذا التحليل الشهر الأبو معتر عرفنا فيه أهم الدعوم على الإطلاق وأهم المقاومات نروح للشام اللي بعد أهدافه